مع اقتراب الذكرى السنوية لإلغاء تجارة الرقيق يحاول فريق من المهتمين بالحفاظ على الأعمال الفنية ترميم لوحة نادرة لعبد أفريقي جاث لعرضها في مدينة ليفربول البريطانية الساحلية وحصل مدحف العبودية الدولي على لوحة ألست رجلا وأخا في عام 2018 وهي لعبد أفريقي جاث على إحدى رقبتيه ومقيد بالسلاسل وينظر إلى السماء وتستند اللوحة إلى تصميم وضع بتكليف من لجنة إلغاء تجارة الرقيق عام 1787 واستخدمها صانع الفخار جوسايا وجود في حملة ضد العبودية مما جعلها من أول الشعارات التي استخدمت لنصرة قضية سياسية ويوافق اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها الثالث والعشرين من أغسطس أب وما زال ترميم اللوحة جاريا ومن المقرر عرضها في وقت لاحق من العام وتم استبدال أسلحة وبارود من أوروبا بملايين العبيد الأفارقة الذين نقلوا بعدها عبر المحيط الأطلسي إلى الأمريكتين في أكبر عملية ترحيل في التاريخ المعروف وألغت بريطانيا تجارة الرقيق عبر الأطلسي عام 1807 لكن الإلغاء التام للاستعباد لم يتحقق قبل نحو 30 عاما أخرى ترجمة نانسي قنقر